أشهد أن محمد رسول الله يم دمعاتي خبئهاتي فرحي للضحكاتي يا يم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رسالة لإخوان الموسرين إلى من وسع الله عليهم في رزقهم ولا أقصد بالموسرين أولئك الذين يملكون أرصدة وعقارات ومزارع بل أقصد أولئك الذين يملكون فائضا عن حاجاتهم الأساسية وهذا هو مفهوم الغنى في مدوناتنا الفقهية هي رسالة محب لهم وناصح ومحب للثورة والثوار أيها الإخوة الموسرون المال الذي بين أيديكم هو مال الله تعالى أكرمكم به وما كان لكم لتحصلوه لولا توفيق من الله وتيسير وقد حان أن ترد الجميل لله الذي أكرمكم أولا وأن ترد ذلك للوطن المحتاج لكم ثانيا فالثورة اليوم أيها السادة بحاجة ماسة أكثر من الأيام الخوالي أموال طهران وحزب الشيطان من كل مكان تجبى لتقتيل أطفالنا واختصاب نسائنا وتدمير مساجدنا وتبديل الطهر والعفاف في مجتمعاتنا إلى أماكن حيث البغاء ونكاح المتعة فهل ترضون بذلك؟ رسالة لكم همسة في آذانكم بل صرخة منذر ومحذر فكم من ثائر ترك الثورة لأن الديون تراكمت عليه أو لأنه لا يجد ما يسد جوعة صغاره وكم من شهيد أيها الموسرون كان معيلا فأصبحت عائلته محتاجة لتكون أنتم المعيلين عوضا عنهم فهبوا وقدموا وأنفقوا وكونوا خير خلف لخير سلف فوالله الذي لا إله إلا هو سيخلف الله عليكم ومعاذ الله أن أكون متطاولا أو متعاليا على ربنا بل هي الثقة المطلقة بوعد الله القائل وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين وثقة بقوله صلى الله عليه وسلم ثلاث أقسم عليهنّا ومنها ما نقص مال من صدقاه ولا تنسوا مقولة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان بن عفان عندما جهز جيش العسرة ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم ولعل البعض منكم يستكثر صنيع عثمان الذي جهز جيش العسرة فإني أذكركم بحديث البخاري وغيره من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب وإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل جعلنا الله ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة